بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبدأ شابتر جديد شابتر 6 في هذا الشابتر سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن الفيروسات وما شابه كلها كل اللي هي ممكن سبب أمراض للإنسان والحيوان والنبات وغيرهم لان لما نحكي عن الفيروسات وما شابهها كلها أي معنى هنفي يعني ليست بخلايا الفيروسات ليست خلايا وإنما عبارة عن نيوكليك أسد أيضا دي اني أو راني ضبل ستران أو سنجل ستران في بث كيسزين بس بس واحد منهم يجب أن يكون موجودة بروتين كوة كوة يعني معنى آخر بس نيوكليك أسد واحد يا دي اني يا راني يا إما بكون سنجل ستران أو ضبل ستران كذلك راني أو دي اني طبعا وعليها بروتين كوت مشان عملية الالتصاق على الهوست سل الآن صفة هيك بس مجرد فكرة عامة عن الفيروسات الفيروسات ليست خلايا زي ما حكينا وفي نفس الوقت تشعروا لأسفل بروتين 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 هذا هي المهمة الآن في نفس الوقت هذا الفيروسات هاي تحتاج بروتين بروتين يعني بدون عائل لا تستطيع تعيش هاي من ناحية الجنرال الكاركتريسيك الالفيروس لذا بروتين يستطيع ممكن ممكن يستطيع تتكاثر بروتين 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 يعني لفترة محددة ممكن يظل موجودات في الأجواء في المياه في كذا في شيء من هذا القبيل لكن إنها تتكاثر لا يمكن لا يمكن إلا تتكاثر بعدم وجود الخلية العائل ما هو هذا الخلية فهذا من ناحية من ناحية ثاني الفيروسات طالما هي بتعيش كلها انترسللل كل الفيروسات والانفكشيس ايجنس كلها انترسللل باثوجينس أو ايجنس لتسي بتردام باثوجينس فهاي الانفكشيس ايجنس بدخلوا داخل الهوصل ومن ثم الدياني أو النيوكليك اسد الموجود فيهم هو اللي بصير يعطي الاوامر للخلية اللي دخل فيها مشان تحضر له كل شيء هو بحتاجه فمشان بالتالي يصير في اسمبلي يعني هو دخل الدياني أو الاراني بصير له دوبليكيشن وبتعطي بصير يعطي اوامر للخلية العائل انو حضري له وحضري لي والاشياء اللي بدو اياها مشان يكمل الفيرل بارتكل مشان يكمل البارتكل تبع الفيروس ومن ثم ايش هذا بيكون في اعداد هائلة جدا بحيث انو ايش ايش الخلية او سعة الخلية لا تتسعي لهم تنفجر والفيروسات الجديدة بتعمل النيبرين سيلس اذا هذا من ناحية من ناحية على اساس انو بحيث انو اما حكيت انو 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 انترسلللر فروسات يعني عيشوا في داخل الخلايا و بسبب اعملوا لها دسانتغرشن في النهاية يؤدوا إلى موتها فلذلك في عملية التريتمت بالنسبة للفيروس شوية صعبة لأن المشكلة فيها أنه أنت بقى تكسب تقتل الخلايا بس هاي ليست خلايا هذا أول شيء وثاني شيء إذا فيه شيء ممكن يعطل الفيروسات أو يقتل الفيروسات لازم نقتل الخلية العائلة في الأول فلذلك المشكلة هاي أكبر مشكلة في الفيروسات بصفة عامة لا هذا من حيث طبعا في مبدأ معين لازم نفهمه فيه الانفكشيس ايجنس يعني أنا بدي أشوف مثلا هذا الفيروس وشو اللي بيسببه شو ممكن الأدوية اللي ممكن تنفع فيه كيف ممكن الوقاية منه أشياء كثيرة جدا دراسة كثيرة يعني كبيرة جدا حول أي فيروس ممكن يطلع جديد فأهم إشي في الفيروسات إني أعمل لهم كالتفايشن إني أنميهم مش ممكن إني أعمل هيك مجرد التخيلات لا لازم أنمي الفيروس وأعرف من إيش بتكون شو مكوناتهم من الداخل الديني أخذ يعني أعمله تحليل كامل أخذ البروتين أعرف على أي أساس هو أعرف شو هي الخلية العائل إليه طيب كيف ممكن يلتصر كل الأشياء الإحداثيات اللي ممكن هو يعملها حتى يسبب إنفكشن لازم أعرف عنه وأرضو في نفس الوقت لازم أعرف هاو تو انيوماريت فيروس لأنه بصرش مثلا أطلع فراضيا ضد الفيروسات بأعداد بسيطة جدا من الفيروس أو الفيرل فلازم أعمل انيوماريت هاو تو انيوماريت فيروس إذن هاو تو كلتفيتهم هاو تو بيريفايتهم هاو تو انيوماريتهم يعني هاي كلها كليكتيب لأشياء ضرورية بالنسبة للفيروس عبين ما يحكم مثلا بعض الدول لما نصور فيه اوت بريك للفيروسات فقل لك والله احنا ايش طلعنا الفكسين مشان نشغلوا مصانعهم فرضيا على سبيل المثال فهي مش عملية سهلة هما بيشتغلوا الليل وانهار في عملية سباق يعني غير شكل بين الدول من اجل انطلعوا الفكسين ويقدروا يبعوه يسوفوه هاي الدول هيك شغلها وفي دول نائمة تستنى لما انه غيرها يشتغل بعدين هي تشتري هذا الفكسين وتعطي او توزع على سبك المهم احنا من حيث الفيروسات كالتوفيشن الفيروس انيوماريشن الفيروس فيوريفيكيشن الفيروس كلها طيب شو الاشياء اللي ممكن التكنيسة اللي ممكن نستخدمها في عملية الاجينتيفيكيشن او الانيوماريشن كذلك الامرة هاي كل الامور ممكن نتحدث عنها في هذا الشابتر بإذن الله تعالى طبعا السلايد هاي بتحكي انه الفيروسات ليست في خلايا اي سليلور واي معناها نفيد في فيروسات تقريبا ما قدر اقول لكل انواع الخلايا لكن ممكن تكون اعداد كبيرة او اعداد قليلة تعتمد على نوع الخلايا نفسها او شهر هاي نفسها ساتلائت فيروس فقط نucleic أصدقائي لديهم لا يوجد مراتيين مراتيين لديهم مراتيين في نفسه لذلك كل هذه المراتيين مراتيين 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 هذه المراتي يتحدث عن فيروس فقط مراتيين ويقومون بالبطاتيين ومثلوك مراتيين ومثلوك فيواساره منما يسمى بعضنا المنزل يتحدث عن وشكل مض concurrentي ومثلوك جناعة Speed نعاتي مراتيين لقدòفنا ذلك في الإطراض المنتظرة هنا هنا معه الغداء المشخص رائزين المعلم المعلم المشخص ملتوني من مجابلين أو أحسن من المشخص معنى المكلة على المشخص لديه حول حسل so it depends upon the type of the virus in this case or the virus so possibly animal viruses plant viruses or bacteria sometimes brokaryote or eukaryote all types of cells each one of them has to have a virus viruses cannot exist extracellularly except for a very 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 limited period only this slide this slide says that varion infects all cell types including bacteria and archaea some or most eukaryotex cells also they have their own viruses, plants, animals protesta and fungi with regard to their classifications, this classification of the viruses is not that much known to the others as the bacteria because the bacteria is well studied or bacteria are well studied sorry not like viruses not like viruses viruses started the studies on viruses started with an electron microscope because hardly difficult to see virus or viral particles under the light microscope so so with regard to their classification they used to use the genome structure the life cycle of that virus the morphology of the virus the genetic relatedness of the virus with the others now this slide talks about viruses or virion now virions especially you know have to have a nucleic acid RNA or DNA with a protein code around it it has to have specific or highly specific host cell okay and also they can be distinguished upon the type of the capcite or the protein around them okay so the type of the nucleic acid present the type of capcite also sometimes there is an envelope around the capcite even in certain types of viruses some other types of viruses they do not have envelope so just to distinguish between envelope and non-enveloped viruses well here we have envelope viruses and non-enveloped viruses envelope viruses having an envelope all around the capcite with the spikes on that the spikes mainly just for attachment the virus used to use it to get attached into the host cell in order that they can inject their nucleic acid into the inside part of the host cell the capcite on the other side on the left side you can see caps say an ecosahedral capcite with a nucleic acid inside inside ecosahedral as we can see later that it looks like a crystal okay but here you can just see in the same picture here in this slide that we are having non-enveloped virus and envelope virus the difference that just the presence of the envelope and spikes around the capcite here we are having different shapes for different viruses such as the vaccine virus the herpes virus rubbed the viruses the even phages or colifages infecting bacteria known as E. coli okay and also we are having a tobacco mosaic virus which infect tobacco and human baby loma virus so just different shapes different viruses with different shapes just examples on the viruses here we are having the different types of capsides around the nucleic acids or viral nucleic acids we are having three main different types helical ecocahedral or complex one of them has to be on each virus well this slide talks about helical capcide which looks like hollow tube and this is an example of helical capcide which is present in a tobacco mosaic virus which infect tobacco plant it looks like a hollow tube and it has promoter with a nucleic acid and here the nucleic acid is RNA inside the protomers well this slide talks about an ecocahedral capsides almost I can say that they are composed of triangles and the general shape looks like a crystal now there are around between 20 and 25 something like that triangles the triangle the angles and the faces of the triangle each one of them have either bentamers or hexamers bentamers means five protomers while hexamer has six protomers collectively they constitute the triangle and each viral capside is having or ecocahedral capside is having between 20 and 25 triangles with regard to the complex capside sometimes the envelope viruses are complex and at the same time if there is certain bacteriophages viruses against bacteria they call them as bacteriophages they have to have a tail sometime in addition to the capside they have a tail and fibers so makes that collect all together as a complex or make it as a complex capside here is an example on a complex capside and this type of capside is present in a bacteriophage viruses infecting bacteria so we're having a capside an ecocahedral capside on top with the tail after that and then fibers the tail and the fibers mainly especially the fibers for they used to use them just to get for attachment on certain specific types of bacterial cells well this slide talks about viral envelopes and enzymes this envelope more or less they are saying in this slide that many viruses are bound by an outer flexible membranes layer called an envelope this envelope comes from host cell plasma or nuclear membranes okay they may contain certain enzymes which the virus used to use them for attachment and for attachment especially or for infections rather well this slide talks about viral envelope proteins which surround certain types of viruses these envelopes they may may be involved in viral attachment to host cell such as hemagglutinin of influenza virus certain influenza virus they have this envelope to get attached to certain types of cells also we used to use this viral envelope for identification of viruses or differentiation between viruses may have these envelopes also may have enzymes inside them okay may also play a role in nucleic acid replication that's with regard to these envelopes mainly talks about the viral enzymes certain scientists or some said that viruses may not have enzymes and some others they said they have enzymes actually some of them they have enzymes some others they do not have enzymes these enzymes are helpful for a viral infection rather we have also said in the introductory slide the first slide that viral genome may contain RNA or DNA single strand or double strand that's it okay genomes can be segmented or circular that's it that's with regard to the viral genome well here the the slide talks about the viral life cycles okay the steps how the virus cause infection to the host cell here they are saying that we are having five steps through which the virus can cause an infection to the host cell okay we'll talk about them in the next slides here with regard to the viral growth curve it has one step growth curve that viruses sometimes they may once they enter into the host cell they will start I mean they lead to the lysis of that cell okay and some other just they will integrate themselves into the host genome and they will remain for different periods inside the host cell so it is one step rather with regard to the growth curve well here in this slide they will summarize the five steps of viral multiplication or infection it starts with an attachment to host cell entry and uncoating of genome the synthesis inside once they come inside the host cell there is a step known as synthesis of the nucleic acid as well as the synthesis of proteins then they will get assembled the time they are complete particles the cell will burst and release all the complete viral particles whom they can infect neighboring cells well this slide talks about the first step of viral infection which is attachment and in my opinion this is one of the most important step with regard to the viral infection if the virus cannot get attached or absorbed into the host cell there will be no viral infection so we can do have better than the virus that in the virus the world or the important thing is the work of the care of the care of the virus the important of the virus so we have the influenza where the الخلايا اللي هي خاصة مشان عملية الفارل انفكشن للانفلونزا اذا قدرنا نحافظ على هذا الخلايا سليمة باذن الله تعالى ما حيكون اي شيء او اي ضرر او اي فارل انفكشن على الاطلاق لكن اذا تمزقت الاكشية المبطنة للانف والقصب الهوائية راح فيها البني ادم واصيب الفيروس لذلك هاي one of the most important step of for all types of viruses is their attachment or adsorption into the host cell here once the virus get attached or adsorbed into the host cell they can inject their nucleic acid RNA or DNA single strand double strand whatever into the host cell now the DNA the time it enters into the rest of the virus will be remain outside the host cell they inject only the nucleic acid the nucleic acid once it is injected they will start giving orders or they will start their duplication taking all the material needed for the duplication of the DNA or RNA from the material present inside the host cell and later on they will just start giving orders for protein synthesis or viral protein synthesis well this slide more or less describes in shapes how the virus enter into the host cell and then the host cell the DNA or RNA of the DNA or RNA of the virus will start their duplication and then giving orders for the protein machinery of the cell to produce their own proteins well this slide talks about the synthesis stage synthesis for the DNA and RNA and RNA double strand or single strand of the virus at the same time the synthesis of proteins needed by the virus to be a complete virus okay they will start giving orders for the viral protein codes and then the next step will come for assembly here after the synthesis phase of the nucleic acids of the virus and the proteins then here the step this slide talks about the assembly of both the nucleic acid and the protein in order to form what is known as a the complete viral particle inside the host cell well here this slide talks about the viral release so after the assembly of the complete viruses from the DNA or RNA and their required proteins to form a viral particles then there will be a huge number of complete viral particles and later on those the cell the time they get birth the virus is coming out of that infected cell will infect neighboring cells okay well this slide mainly talks about the revirion release the release of the viral particles and the steps for that in order that these these viral particles may infect neighboring cells one thing to say with regard to the viral infection especially to the human being heals the time this is the last slide with regard to the infection viral infection the virus is coming out of that infected cell cells this is the last slide with regard to the infection cells the infection cells that we call that as interferon this interferon this interferon this interferon البروتين في الخلايا المصابة او الخلايا اللي جنب المصابة حتى ليش لانه بعد ما تد يعني تنفجر الخلية المصابة والفيروسات تروح على الخلايا اللي جنبيها بكون ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى اعطى خلايا تيسلز ان تفرز هذا الانترفيرون بكون رائع على الخلايا المجاورة وقال لهم اذا اجي الفيروس عنكم ما تعملوا البروتينز يعني اعمل في عملية بلوك للبروتين بارل بروتين سينثيس فبدخل الفيروس كالعادة في داخل الخلايا المجاورة لكن بظل هناك عبين ما ايش ما بتصرش كومبيت بارس لانه ممنوع انه يعمل بروتين عن طريق الانترفيرون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلت تيسلز الموجودة في جسم الانسان ان هي تفرزها فهي بتعمل زي ما بقولوا اللوكاليزيشن بتخليها بوضعه يعني خلص الانفكشن هو الفيروسات بظلوا محلهم عبين ما تيجي خلايا معينة من التي سيلز والبي سيلز وتنهي موضوع البارل انفكشنز لذلك تلتك سم تايم يعني تقريبا بدها ابو اسبوع زمان حتى ايش الخلايا هاي تاخد فكرة عن الفيروس اللي يدخل للجسم وبالتالي تكون اه مضادات او اشياء اللي تقضي فيه على الفيروس بس اهم خطوة كانت في البداية هي عملية توضيع بنخلوش الفيروس ياخد راحته في عملية الانتشار وهي بيكون عن طريق الانترفيرون اللي بتفرزو التيسلز اذا من هذا المنطلق احنا بنحكي ربنا سبحانه وتعالى حمانه من عملية ايش من التوسيع التوسع في الفيروس يعني ما بعطوه اوش راحته جهاز المناعي اذا قوي ما بيخلي الفيروس ياخد راحته في عملية ايش التوسع ولانه سلايد there are several types of viral infections يعني شو الميكانيزم تبعة الفيرل انفكشن زي ما حكينا برضو في السلادات السابقة انه بعض احيانا الفيروس لما يدخل في داخل الخلية اه باخد مجده وبيتكاثر بسرعة وبعداد هائلة جدا ويؤدي الى موت الخلية اللي دخل فيها لكن في بعض انواع الفيروسات بدقلوا الى داخل الخلية وبيتأقلموا مع الجينوم مع الميوكليك اسد تبعة الخلية للعائل وبعيشوا فترة يعني قد تكون طويلة نوعا ما بالسنوات وقد تكون بالايام تعتمد على الهوصل وعلى الجو الخارجي او المحيط بهذا الخلية فهي في عندي في لائتك اللي يسبب في عملية قتل الخلية العائل وبعيش والسرعة في الاسوجينة اللي الانتجرال الانتمام كم ترمى في الانتمام لذلك من حيث المبدأ في عنا الليزوجينيك سيكل في عنا الليزوجينيك سيكل زي ما نشوفه في السليدات القادمة بإذن الله هذا المرح يتuardها في عنا الليزوجينيك Welي بالطلعين بهكل يو karena حفظ موجودة في تابته المبدأ و Lego طريقة يمكن أن يحدث في طريقة التعامل في حدث قائل أي تشغيل التعامل الهولى مكان في المهولة طريقة التعامل ولكن هذه بيشافات أكتب المقابلين المكتب الأصب لطريقة تحصيل التعامل المتلجيز على المغارب المخصصف بيوترة ليلة قمت في الائص وقمت في الائصف الائص الفيرية السواجيا في الائصف الائصف الائصال تركز التكرار في تأجاب الائصف الائصف وإلى سيارة إلى مستمر المخصصف، إلى أن المشكلة الائصف إذا كانت مفرورة للغاية، سيكون مختلفة للغاية للغاية وهو مختلفة للغاية هذه الثلاثة تتحدث عن الغاية للغاية الآن هذه المشكلة ستبقى على الارض الانتقال في الوصف المتحدة ستبقى على الوصف المتحدة أقوم بتبقى في الوصف المتحدة ثم ستبقى إلى الاتجاج في موضوع المتحدة هذا المثال في بعض الوقت الذي أتحدث عن الإيدز فيروس الإيدز فيروس في بعض الوقت في بعض الوقت في بعض الوقت فلذلك في حالة الإيدز الناس اللي بروحوا على شذوذ وبالتالي المتعة دقائق مدتها قليلة جدا لكن فيما بعد إذا دخل هذا يصبح ليسوجينيك فاج ودخل في خلايا معينة وعمل إنتيجريشن في السل جينوم هنا المأساة بدأت ممكن تمتد إلى سنوات ويظل عايشة ليسوجينيك فاج وما يأثر على الإنسان نفسه بس الإنسان بيظل طول حياته اللي بده يعيشها ويكون فيه قلق وخوف رهيب جدا أنه البارس ممكن يتحول لأنه عارش اللي عمله هو فإذا تحول إذا لا يتكفاج راح فيها البني آدم انتهى في يعني أيام أو شهور معدودة بينما إذا كان ليسوجينيك فاج هو المخيف جدا إلو بظل عايش طول حياته في خوف من أجل إيش متعة مد محدودة جدا ساعات أو دقائق ليش فهذه المأساة في عملية ليسوجينيك فاج ونرجو الله سبحانه وتعالى أنه يحمي شباب الأمة وقت يريدها حتى من هالبلاو الموجودة الآن في رقاءة الأرخيال فيروس فيروس ضد أرخياء أرخياء هي الأرخياء الأرخياء يمكن أن يكون لديك أو تمرت فاجز لكن لا يوجد الكثير من الأرخياء في هذا الرقاء ثانية أحاول ذلك، حديث عن الموارس المتحدة في العلوم، وتعالي على الخلق من جديد من ممنسام حيث من المصرفة المتحدة، وهو يبدو الى الاث Legendانية من الملكة حيث والذيه يكون هناك حيث يبدو رائز المتحدة في الانتصام ويضم الهيوم، كما يتحدث في الملكة حيث، ذلك أسطيع يتحدث أن تكون عميز أو حوالفها تتحدث أن منحية يتحدث يتحدث بشأنها منتحية تسبب بشأن لا تحدثون عن حوالفها هذا سلطة يتحدث عن عنه معلومات البعض ومعنى نحوالفها المترجم للقناة الأخرى لأنهم مقرروا في مختلفة وضعوا مختلفة في الهدفة المترجم للقناة المترجم للقناة بشكل مختلفة ومترجم لغتبات مختلفة مختلفة وهي تدير على الحياة الخاصة So we are having certain terms, tumor growth or lump of tissues, benign tumors remain in place, new blastia, abnormal new cell growth and reproduction due to loss of regulation, and blastia, a reversion to a more primitive or less differentiated stage, metastasis spread, malignant, spread of cancerous cells throughout the body. Well, in this slide, we are having carcinogenesis. Genesis means formation of cancer. We are having different types of viruses and the genome of that virus, whether it is DNA or any single strand, double strand. In addition, we are the last one on the right here, the type of cancer they used to cause. Well, this slide talks about the possible mechanisms by which viruses can cause cancer. Now, in this slide, we'll come to the cultivation and enumeration of viruses. How to cultivate the viruses? Because without cultivating a viral particles or particles, we cannot study. Okay, so we have to cultivate them. And at the same time, we have to know how to enumerate them. Okay, so there are different cultivation methods, which we have to know, as well as how to enumerate the viruses. Now, actually, to cultivate any virus, we have to give that virus its own specific host. Without that, the virus cannot multiply. And we cannot cultivate it. So, with regard to the bacteria, we can just give that virus. So, with regard to the bacteria, we can just give that virus the specific type of bacteria suitable for that virus so that the virus can multiply. Okay, the same thing with regard to the human or plant viruses. Unless we give the specific host for that virus, the virus cannot multiply. And they are host-specific. For example, you cannot grow animal viruses into our own plant cells. Okay, or on bacterial cells. So, they have to have their own specific host. Here we have different methods to cultivate animal viruses. Okay, one of them is just we have a tissue culture. You can cultivate that particular or specific type of the human cell into what is known as tissue culture. And then add a virus to that tissue culture. And then add a virus to that tissue culture. The viruses may get attached and infect those viruses and multiply inside them. Okay, and some other time we have a tissue culture. And some other time we used to use embryonated eggs. Now, before that, in tissue culture, the time the cell or the virus grow inside the cell, they will birth that cell. So, the culture more or less will look like opaque. They will become transparent if they got infected by the virus. But they will start with just forming what is known as flakes. Okay, cells being disrupted by the virus. Now, we will talk about the embryonated egg. Embryonated egg also used to use them to culture certain types of viruses. Okay, embryonated eggs for animal viruses especially. Okay, we will take those eggs. Okay, we will take those eggs or fertilized eggs. We will just sterilize it from the outside and then inject the virus into the inside part of that egg. So, the virus will take those eggs. So, the virus will just choose certain organs from that embryo present inside the egg. And then start growing there and multiply. Again, to four hosts for plant viruses. Here we can also have a tissue culture, plant tissue culture. And we can add a virus to those plant tissue cultures in order to get a tissue culture. or to cultivate the virus. Or sometimes you can, if you have different leaves, you can rub them together and incubate them under specific condition and temperature. So, the uninfected tissue leaves will get infected the time you rub it with a leaf or infected leaf. Well, this slide talks about the quantification, the enumeration of the viruses. Here we are having direct counting using electron microscope. Okay. or indirect using hemagglutination. Certain types of viruses. Okay. They can agglutinate certain types of red blood cells. The same as an ABO blood grouping. The same technique. Okay. The viruses. In the ABO blood grouping. We used to use anti-antibodies against antigens present on red blood cells in order to find out the type of blood group. Okay. Here, there are also certain viruses which can also cause the same agglutination process onto certain types of red blood cells. Okay. So, the time you add the virus into those red blood cells, they will get agglutinate. Okay. And you can quantify that agglutinate. Okay. That's another way. Black assays is the third way of quantification. It is also indirect. This black or direct, you can count the number of lakes. Use certain known number of viruses. Okay. Okay. And then count the number of lakes on a tissue culture. Well, here we have how measuring biological effect, the infectious dose and the little dose of the virus. We can do that just by using known number of cells, host cells, and infect them with virus. Here we are having two terms. Infectious dose, the dose of the virus which cause infection. Okay. And this will be, you will come to know that through certain experiments inside the lab. If ID 50, it means that 50% of the cells will get infected and the rest of the cells will not. LD is a lethal dose. LD 50, that this virus will lead to the death of the animals. If you use animals, inject them with the virus. And you can see that if those animals remain alive or not. LD 50, that 50% of the animals or test animals, you injected them with the virus, they die and they rest, they remain alive. This is LD 50. Now this slide talks about viroids and satellite. Okay. And how you can differentiate between them. Now what is viroids? Now what is viroids? Viroids are infectious agents composed of closed circular RNA, single strand RNA. And usually this viroids, they do not encode gene products. Replication requires host cell. Okay. And that's it with regard, especially for plants. Well, here there is what is known as satellite DNA or RNA. And we are having satellite viruses. Satellite viruses, they can encode their own capsid. Okay. While satellite RNA or DNA, they do not encode their own capsid proteins. Okay. So the viruses can encode while the DNA satellite RNA or DNA, alone, they cannot encode their own capsid. Okay. They encode one or more gene products for their own viruses. Here require Helber virus for replication. Human hepatitis D, sometimes they require human hepatitis B for their multiplication. Here we are having a new acellular agent, which is known as viroids. Viroids are infectious proteins. In fact, mainly the brains or the nervous system leading to certain paralysis, either to the human being or to the animals in both cases. Well, here this infectious protein comes from just feeding those certain types of animals with food from an animal origin. Okay. And what they used to say that this is high, I mean, this type of animal food is high in protein. But what's the origin of that protein? If it is plant origin or animal origin? There are certain animals whom they cannot you feed them with an animal proteins or proteins from an animal, from an animal origin. If you feed them with those types of proteins, possibly they will get certain types of disease known as encephylopathy or mad cow. If you feed them with those types of proteins, they will get certain types of disease known as encephylopathy or scrabby in sheep. Also, they may lead to that and even in chickens. Okay. So this bryons is highly dangerous because it affects the brains of those animals. and ace方s. All right.